السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه ربكم ونبقى الفخير النهاردة احنا فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة افكار وحيل ومنظمات وادوات منزلية عصرية ومبتقرة جدا كل المنتجات اللي بتدوروا عليها هتلاقوها معينا من خلال فيديو النهاردة طبعا كل المنتجات العصرية اللي كل واحدة اكيد فينا بتدور عليها بحاول بقدر الامكان يقوميا اعرض لكم منها منتجات كتيرة جدا ويأترى كمان المنتجات دي متوفرة فين ده طبعا اللي انتو هتعرفوه معينا وانتو بتكملوا الفيديو ويمكن برده على السؤال ده بصورة يومية لك للأسف معظمكم بيكملش الفيديو طالبة منكم كده الاول قبل بنكملوه مع بعض ما تنسوش دعموكم ليه بالقناة هنا باللايك والاشتراك معي لسه ما اشتركتوش وكمان تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها معيكم وبشكركوا جدا جدا اللي دعموكم ليه الفترة اللي فاتت في الفيديوهات واتمنى كمان دعموكم ليه النهاردة في الفيديو ده بلايك كمان بقى قول المنتجات العصرية دي احب اقول لكم هي متوفرة في مواقع كتيرة زي امازون وعليبابا وعلي اكسبرس وجويا وغيرها من المواقع اللي بتوفر لقوة للمنتجات العصرية دي وطبعا كل منتج هناك موجود بالسعر بتاعه وفيديو التشغيل بتاعه وكمان برضو طرق التشغيل التانية المبتقرة تانية يعني كل حاجة متوفرة لانه طبعا اكتر سؤال بيجيلي المنتجات دي هنلاقيها فين نجيبها منين وحب اقولكوا طبعا اغلبية المنتجات دي دلوقتي منتشرة في المولات والاسواق ومحلات جهاز العرايس وغيرها كمان من كل المواقع دي ويمكن السوشيال ميديا دلوقتي كلها مليانة بالمنتجات العصرية دي تعالوا نبص هنا كمان برضو كده على المنظمات الخاصة بالتلاجة طبعا غير كمان المواقع دي فيه كمان زينون بيقدر يوفر للك كل المنتجات دي بتدخلي طبعا على اي تطبيق من اللي انا قلتلك عليهم وفي نفس الوقت بتلاقي كمان في السرش فوق بس انا عايزة ادوات للمطبخ ادوات تنظيم تلاجة مفروشات كل حاجة حتى استجاد ادوات للمطبخ الزينة حلل غيره غيره كل المنتجات دي متوفرة شوف هنا كمان برضو كده طبعا العالم الليها الخاصة بقى بفرش الاسنان والمعجون ومنتجات كتيرة جدا كل دي طبعا بتقدري توفريها من خلال المواقع اللي انا قلتلكوا عليها شوف هنا كمان برضو كده طبعا شكل من اشكال المنظمات وطرق الاستخدام بتاعتها ومش هننكر ابدا ان ممكن دي تكون طبعا المنتجات الاصلية ناس كتيرة كمان كتبتلي ان هما جابوا منتجات من دي ما كانتش للأسف بنفس الصورة المتقرة اللي احنا شايفينها اكيد طبعا الاسواق كلها جماعة مليانة بالمنتج الاصلي والتقليد وكل واحد يقدر يوفر لنفس المنتج حسب امكانياته المادية وكمان في نفس الوقت يعني تكلفة بتاعت المنتج انتي معاكي مبلغ كويس تقدر تشتري الاصلي او المنتج الاصلي هتقدر تحملي كده امكانياتك المادية قليلة شوية تقدر تشتري التقليد فدي كمان برضو حاجة ترجعلك مفيش حد فينا يقدر يكبرك على منتج معين هنا كمان كده باسكت الغسيل ده بالمنشر اليدوي فكرته كمان حلوة قوي وكمان الاستاند بتاع النشير ده يعني طبعا كلها افكار بسيطة وعملية ويمكن غير ما كتير جدا منكم متوقع ان المنتجات دي بقى اسعارها غالية ومش هنقدر نوفرها بكده بالعكس يا جماعة المنتجات دي كلها اسعارها بسيطة جدا يعني على بقى التلاجة او تحط فيها التسالي زي ما شفنا دي كمان سعرها بسيط جدا ويمكن دلوقتي متوفرة في جميع الاسواق بس طبعا بقى بتختلف من منتج للتاني وكمان من مكان للتاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عملية وسريعة جدا تشوفنا كمان برضو كده دي زي آآ اللي هي المكنسة الصغيرة بتشفط معاك الأكتربة وطبعا ناس كتيرة جدا بتكون حابة تستخدمها تسامي بيها طبعا بقى كده يعني اي حاجة عندك في العربية بتاعتك بواقي طبعا المذاكرة بقى والأستيكا والحاجات دي كلها يعني طبعا كل واحد بيستخدم المنتج حسب احتياجه لي وكمان دي طبعا بقى كده زي فواصل او زواية انت تقدر تزاوديها عندك في درج التلاجة وتحط فيها حاجات كتيرة زي ما شفنا حتى على بصوصات الفكرة بتاعتها كمان عصرية جدا تشوفينا كمان برضو كده منظم الشرابات ده يعني مش على قد الشرابات بس في ناس بتستخدمه في كل اكسسورات اللي موجودة عندك في البيت الحاجات برضو الخاصة بتاعتك بالمكتب بتاك زي اقلام واساتيك برهات التفاصيل دي كلها طبعا تقدر توفريها من خلال المنظم اللي احنا شفناه دلوقتي مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحالة دي كمان بقى كده شكلها مختلف تماما اللي هي البايريكس او الازاز فكرتها حلوة جدا يعني بتقولك بتحطيها على النار بتعيني بها الاكل في التلاجة تدخل معاك المايكرويف الفرن تسوي بها اكل على النار عمتا زي ما شفنا كده فكرتها قد ايه حلوة وكمان بتقولك الايدين بتاعتها دي غير قابلة يعني الامتصات الحرارة يعني منها ما تتحط على النار تفضل محتفظة بطراجة البرودة بتاعتها ومتكونش سخنة زي ما شفنا طبعا ده بقى كده زي بالزبط زي منبه وكمان بيزبط معاك اليوم يعني فكرته حلوة وعملية جدا وطبعا كل واحد بقى بيحبي يزود الارقام او تقليل الارقام حسب طبعا اليوم المنتيب تستخدمي فيها شكرا امتنك تابعا امتنك تابعا اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش جعمكم ليودل القناة هنا باللايك والاشتراك معايا عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها معاكم اشوفكم ان شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة